اشتركوا في القناة بقدر اعمل مشروع بقدر يفيدني ويفيد العالم كمان والمجتمع فقدمت مع الجروب على المشغل وبما ان كلنا من مناطق مختلطة من الشمال وعملين رحلات بالمنطقة وبنعرف اديش عنا مناطق حلوية بس مش نضوى علينا فقررنا انو نطلع المشروع لديد يعني هو عبارة عن رحلات اسبوعية لمناطق مختلطة بالشمال مع نشاطات مختلفة هنعمل رحلات هايكينج كامبينج سيتي تور هدفنا الاساسي منا انو نعرف العالم مع قداش عنا مناطق حلوة وقداش عنا اكتيفتي ازي نقدر نعملها بتقدر يتفيدنا وتفيد كمان السكان المحليين للبضيع هنقدر كمان من وراء المشروع نشغل الشباب البضيعي يشتغلوا معنا كجيد للمناطق تابعتهم مرحبا اسمي عمال ناصر عمري 23 سنة انا الكتريك الانجيني نحن قررنا نطلع بمشروع لوجيد بناء على حاجة فرضوطة علينا محيطنا واللي هو الواقع السياحي للشمال يعني اللي هو عنده موتانشال كتير كبير ويكون اكتر من هاي بمواقعه الاسارية والطبيعية التاريخية الحلوة كتير وخاصة انه نحن كمان لاتنا خرجين من ميتجاز مختلفين بس نفس الوقت لقينا انه شغفنا بيروح اكتر صوب السياحة السوشال امباكت لوجيد كتير كبير وخاصة بمنطقة مثل الشمال يلي نحن عاملين فوكس عليها اكتر كونه هالمنطقة محرومة فيها كتير مواقع تلفط نظر السياح وفيها اشتغل على تنميتها يلي هي مثلا مثل قطاعات الصناعة مثل الصناعات الحرفية والصناعات التخزية سياحة البيئية بالاحراش المتنوعة بالشمال مشروعنا بيلعب على التعاون بين المؤسسات السياحية مثل المطاعي مثل الفنادة مثل المؤسسات السياحية الصغيرة من الصناعات الحرفية بما بيعمل نهضة شاملة على صعيد الشمال بما بيأمن مستوى مدخول اعلى للفرد طم احنا ما بيتوقف هون طم احنا بيدل مكفة انه بعد سنة ما يكون بس الفوكس تبعنا على الشمال فوكس تبعنا على كل لبنان لانه كل لبنان في قلبه اشياء كتير حلوة يخرج انه ينضوه عليها نطمح انه اول بلاتفورم طبعيتنا ويسايل عنا بلاتفورم خاصة فينا تنسير نحنا من امن كل الخدمات السياحية من تور لاقامة لسايت سينج لاي شيء يخصوا بالسياحة ودي واجه شكر لكوزف على الدعم اللي عطتنا اياه يعني بنحسو بقى ساعدنا انه نحصل على الاجتماعات اللي نحنا نحتاجهن على المعدات ومن هون بحب وجه رسالة لأي حدا وعنده حب المغامرة وحب الاطلاع على التاريخ وحب التعرف على مناطق بلده الحلوة انه طرابلس هي الوجهة الاساسية لألك انه طرابلس هي اللي بتلاقي فيها كل شيء اسواء يوجد جوامع يوجد كنائز حمامات تاريخية ألعاء أسارية وطرابلس فاتحة إيدا دائما للجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة